هتطرف دي إيجين هقول يعني إيه سكر؟ لأي مريض سكر السكر عبارة أنا بني آدم باكل أي أكل بينزل في البطن بيتهدم يتهدم يعني بيتحول معظمه إلى جولوكوز جولوكوز يخش الدم يسيب المعدة يخش في الدم لما يخش في الدم يطلع هرمون الإنسولين ياخد الجولوكوز يوزع في كل حتة في الجسم جولوكوز يتحرق يعمل طاقة البناء اللي لم يكبر من طفل لغاية واحد كبير ده الإنسان الطبيعي الإنسان اللي عنده سكر مولود من ساعة ما تولد بكمية إنسولين وليلة أقل شوية من غيره بسبب عمل الورافة أتكلم على السكر النوع الثاني اللي هو أكتر من 90% من الحالات هو ما يعرفشه محدش يعرفه يعني الشائع في مصر النوع الثاني في العالم كله في العالم كله أكتر من 90% هم حالات ما يعرفشه وفتع 20-30 سنة 40 سنة الإنسولين بيقل شوية زيادة وهم الشوق بال وما يعرفشه وما يستقوم فيش عرضه وما فيش أي تحاجة في التحليل فجأة الإنسولين قال لي زيادة وهو كان الجولكوس دخل الدم ما لقاش إنسولين استنى في الدم نزل في البول اكتشفنا السكر اكتشفته مثلا من 10 سنين وفي الحقيقة قاله 17-18 سنة بدأ يشتغل بس كده اللي نقدر عليه علميا المنطقة دي هي البداية القصة وحتفضل طول العمر كده احنا بنعمل ايه؟ بندوله أدوية أدوية كتيرة قوي بالبق على أساس عن طريق الفم يعني هموب يعني بتخلي الإنسولين يشتغل أو تساعده على الشيء تنشط سنة 12 هو وظروف حالته وبعدين يتوقف إنتاج الإنسولين ساعتها الطبيب بيعرف وفي الحالة دي بيديه الإنسولين طيب المريض يعرف إزاي أنه وقف لأنه بيأكل نفس الأكل وبيأخذ نفس الحبوب والسكر 200 و300 خالص الطبيب الفاهم والمتخصص يديه الإنسولين ويشرح له الطريق استخدام وخلافه الطبيب المريض المهم اللي بقى احنا فهمنا القصة كده إذا السكر باختصار إن كمية الجلوكوز اللي ماشي فيها الشريين أكتر من الطبيعي الشريين ما تتحملش الجلوكوز ده أكتر من 5-6 سنين بعد كده تبدأ تديق وما حاجش بيحس بديق الشريين طبعا بس بعد 15-20 سنة والإهمال موجود الشريين تديق يعني تقفل تقفل يعني جلطة شريين صغيرة شريين كبيرة ودي بقى تعمل الكوارث بتاعت السكر دي قصة السكر من الألف لليه لازم أي مريض السكر يستوعبها ويعرف وماشي في مرحلة إيه جميل وخلاص من ضمن الأعضاء القدم احنا قلنا الشريين بالديق الشريين اللي بتغزي القدم دائت الشريين اللي بتغزي الأعصاب دائت الأعصاب تلفت في حيث بتنميل بسيط ثم تنميل كتير ثم تنميل مع ألم ثم عدم إحساس إطلاقا بالشبشب أو اللي اللي بسو فيه ده طيب ده الجرح بقى ماشي في الأرض ودخلت حتى ده بص صغير فيه كده ومش حاسس هيعمل جرح صغير مش هيحس به هو شاك ويهأمله بقى التهاب شوية زيادة دخل في العظم ومش حاسس دخل على العضلات ثم العظم بقى الجرحة قد كده المنطقة ماتت وقد يحتاج الأمر إلى باتر باتر صدوع باتر القدم أنا شفت حالة وعرضتها في التلفزيون المصري ما أكثر من 20-25 سنة كانت موجودة في معهد ناصر ولأسف هذا المريض كان مدخن إذن شاريينه ديئة من الدخان وبقيت شاريينه دخانة ديئة من السكر كان هي النتيجة إيه اللي أنا بينتقى في التلفزيون الله رحمه طبعا كان باتر القدمين من الفخت الفخدين من هنا ومن هنا وكان عبارة عن سيد روبط وحطيته قدامه في الميكروفون عشان يقول أنا اللي غلط ما اهتمتش بالمرض وما اهتمتش بالدخان دي كده بالمناسبة يعني عشان بس قاش بداية صعبة إنما أنا يهمني أو المريض يعرف كل حاجة أنا طبعا بداية